السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية أستاذ أنا بدرس 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 وما بجيب علامة بدرس 8 ساعات بدرس 9 ساعات 10 ساعات 12 ساعة لكن العلامة اللي بجيبها في المدرسة أو في الامتحانات أو في شو مكان يعني لا تعكس الجهد اللي أنا بذلته يعني طالب بدرس 12 ساعة يومياً يروح يجيب معدله بالـ 70 أو بالـ 80 يعني نلاحظ أنه ما فيه تكافؤ مفروض 12 ساعة يومياً حتوقت مفروض يعني علامتك عالية جداً في آخر التسعين طيب شو المشكلة؟ الحقيقة من أهم الأسباب الدنيوية خلينا نحكي لأنه بيظل موضوع التوفيق هذا من الله سبحانه وتعالى لكن من حيث الأسباب الدنيوية المادية اللي هو موضوع كيف أدرس خلينا نحكي إحنا مركزين على موضوع الفيزياء يعني كيف أدرس الفيزياء إن مطالب بيدرس هذا الوقت و بالأخير ما بيجيب علامة مباشرة أنا باجي بحكي له أنت يبتو بتدرس غلط تمام؟ ولذلك وجدت إنه بجوز من المفيد نعمل مجموعة من المقاطع اللي نستطيع من خلالها نعيد تنظيم طريقة دراستنا بحيث الحدث الأساسي بأقل جهد أحقق أعلى علامة بأقل جهد أحقق أعلى علامة مش العكس كثير من الطلاب بأكبر جهد بيحقق أقل علامة مش منطق طيب ولذلك رح يكون عندنا سلسلة من هذه المقاطع بعنوان دراسة الفيزياء كيف ندرس الفيزياء أول شي رح نقسم موضوعنا لمحورين أساسيا المحور الأول هو دراسة الفيزياء إرادة وإدارة إرادة وإدارة تمام؟ شق الأول رح نتكلم عنه هو موضوع الإرادة الإرادة وهون أنا ما بحكي عن أي إرادة انتبهوا أنا هون أتكلم عن الإرادة الجازمة ولا أتكلم عن الأحلام والأمان والأوهام حلو؟ إذن أول نقطة بدنا ننتبه لها إنه لما بنحكي عن إرادة نقصد هنا الإرادة إرادة جازمة حقيقية مش أوهام وأحلام ما بزبطي يجي طالب والله أنا بدي أدرس طب بدي أدرس هندسة أنا بدي أسير فيزيائي أنا بدي أسير كيميائي وحط راسه نايم بعمل شي شي هذه أحلام أوهام لا يمكن أن تكون إرادة جازمة الإرادة الجازمة تورث صاحبها يعني بتكسب صاحبها العمل مدام في إرادة جازمة يجب أن تتحرك وأن تعمل واضح؟ ومن طلب العلى من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي ومن طلب العلى يعني بده الدرجات العالية من غير كد من غير تعب أضاع العمر في طلب المحالي مستحيل تحقق هذا المطلب ليش؟ حقيقة وليس مطلبا حقيقيا في حقيقة الأمر أنت تحلم وتتوهم لأنه إذا فعلا عندك حلم عالي يجب أن يوازيه عمل أن يوازيه عمل حقيقي تمام؟ إذن هنا من يحكي عن إرادة نقصد إرادة جازمة إرادة حقيقية فأنا لما بدي أدرس فيزياء لازم يكون فعلا عندي هدف عندي إرادة أنا فعلا بدي أجيب علامة عشان أدرس كذا عشان أعمل فيها في إرادة من غير الإرادة يا أستاذ ما في حركة لذلك ما أحيانا بيحكوا عن الإنسان مثلا أنه حيوان متحرك بالإرادة مثلا كيف يعني متحرك بالإرادة؟ يعني الإنسان يتحرك بناء على إرادته فدائما الإرادة تسبق الحركة الحركة هنا في موضوعنا هي دراستك أنك تدرس بجد واجتهاد هذه الدراسة بجد واجتهاد لا يمكن أن توجد لابد لها من إرادة جازمة لما يكون فعلا عندي إرادة جازمة إني بدي أدرس سأدرس بصير أنا أبذل وقتي للدراسة في قصة وإحنا صغار كنا نسمعها قصة الحمار والجزرة واحد راكب على الحمار وبدو يا يمشي والحمار مش راضي يتحرك يا حمار تحرك بدوش يتحرك مسك هالعصاي وقاعد إيش يعمل يخبط بهالحمار والحمار حمار متعارفين الحمار هنيد حمار ما رضيش يتحرك أخبط أخبط مش متحرك مر رجل حكيم قال الرجل ارحم هالحمار ناضلت تضرب فيه بهذه الطريقة يقول له بدي أدرس يتحرك ومعند مش راضي يمشي حكا له بسيط هاي العصاي اللي بتضربه فيها عطينيها أخذ العصاي ربط فيها حبل وعلق في هذا الحبل جزرة قال له امسك العصاي ودلي هذه الجزرة نزلها أمام وجه الحمار كويس حلو وما عليك خلص أمورك طيبة إن شاء الله بتنحل طبعا الحمار الآن شاف شو شاف قدامه جزرة بالنسبة له يعني منسف بلحمه تمام فشاف الجزرة آه لاحظوا الحمار ما كان بده يتحرك أكل كتل لما شبع وما بده شي يتحرك لما شاف الجزرة بالنسبة له هذه هدف صار فيه عند الحمار إرادة حقيقية إرادة جازمة للحصول على هذا الطعام بالنسبة له يعني الطعام الفاخر فتحرك الحمار ليحصل على الجزرة شفت كيف ما تصار فيه حركة لما صار فيه إرادة جازمة اسمه حمار حفوا يعني مشي الرجل منه راكب على ظهره فلما تقدم الحمار عشان يأخذ الجزرة طبعا الجزرة بده تتحرك معه فكل ما يمشي خطوة الجزرة طبعا بده تتحرك معه للأمام فصار يمشي 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 ورها الجزرة وهو مش وصلها طبعا لكن المقصود أنه تحرك لما صار له هدف فلما يكون لي هدف وعندي إرادة حقيقية لتحقيق هذا الهدف بدي أعمل كذا حين إذن سأتحرك وسبحان الله يحضرني الآن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أصدق الأسماء همام والحارث همام والحارث كنت أنا صغير حقيقة ما أفهم الحديث شو معناه بعدين لما فهمته حقيقة سبحان الله أعجبني كثيرا أصدق الأسماء اللي هو إحنا بنحكي عنه بيننا هيك يعني اسم على مسمى أو له من اسمه نصيب يعني مثلا لما بيكون واحد اسمه صادق وهو فعلا في حديثه صادق يعني هو بكذبش لاحظوا اسمه صادق وهو فعلا صادق هذا ماذا يسمى في اللغة العربية اسم صادق اسم صادق واحد اسمه أديب وهو فعلا مؤدب اسم صادق واحد اسمه مثلا عبقري هو فعلا عبقري اسم صادق فهمتوا واحد اسمه أمين وهو يعني أكثر الناس خيانة سارق وخائن وما إلو كلمة اسمه في وادي وأخلاقه وسلوكه في وادي آخر قل نقول هذا اسم كاذب فهمتوا يعني لا يدل على حقيقة صاحبه طيب فهمنا شو يعني أصدق الأسماء يعني اسم على مسمى كويس أصدق الأسماء همام والحارث طيب ليش الهمام مأخوذ من الهم أي الإرادة نقول هم بفعل كذا يعني أراد أن يفعل كذا واضح طيب هل يوجد إنسان ليس عنده هم لفعل شيء يعني فيش عنده إرادة يعني همام يعني صاحب إرادات في إنسان ما عنده إرادة بالمرة لا يريد شيئا مستحيل لو بده لو على الأقل يريد أن يشرب أن يأكل أن ينام إلى آخره لا بد أن تجد عنده إرادة إما في الخير وإما في الشر ولذلك كل إنسان اسمه همام هو فعلا همام يعني عنده إرادة فاسمه صادق في الخير في الشر هذا موضوع تاني طيب ما معنى الحارث الحارث هو المتحرك ليفعل الفاعل المتحرك هل يوجد إنسان لا يفعل شيئا أبدا لا يتحرك ليحقق هدفا أبدا نفس الكلام في الخير أو في الشر مستحيل يعني على الأقل لو أنا عطشت بديش أتحرك على الأقل برفع التليفون برنع على حدا ييجي شربني بقول لازم أتحرك مستحيل نجد إنسان لا يريد شيئا أو لا يفعل شيئا سواء خير أو شر مستحيل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء همام والحارث فكل إنسان عنده إرادات ويتحرك ليفعل هذه المرادات التي أرادها إما في الخير وإما في الشر هذه طبيعة فإذا أنا لما بدي أدرس فيزياء لما بدي أدرس الفيزياء هذه حركة هذا هو الفعل هذا هو الحرث اللي أنا بدي أقوم فيه هذا لا يمكن أن يوجد إذا لم يسبقه همة وإرادة لدراسة الفيزياء طيب أنا ليش بدي أدرس فيزياء لماذا سأريد دراسة الفيزياء لتحقيق هدفك إما إنك أنت بتكون طالب توجيهي ومفروض عليك تقدم فيزياء طيب بدي أجيب معدل عشان أنا إلي هدف بدي أدخل جامعة لأدرس طب هندسة إلى خيره فلازم أجيب فيها علامة أهمتوا؟ أحيانا إذن لازم تدرس أحيانا قد يكون سب حبك لمادة الفيزياء أنا بحبها جدا وحاب أفهمها وأفهم شو هي الفيزياء ويصير عندي إرادة لدراستها تمام إذن أول شيء لازم عشان أدرس فيزياء عشان أدرس الفيزياء بشكل جيد لازم يكون عندي إرادة لدراستها وهذه الإرادة من وين بتنتج؟ إنه فيه هدف لا يتحقق إلا بدراست الفيزياء فبصير عندي إرادة جازمة أن أدرس الفيزياء تذكروا دائما قول الشاعر ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي مدام أنت عندك الآن إرادة جازمة لابد أن تتحرك يعني لابد أن تدرس أما والله أنا بدي أنجح في التوجيه وأجيب علامة عالية وبعدين بشوفك نايم ما عادته إرادتك ليست جازمة فهمنا؟ كويس طب السبب أنا عندي إرادة جازمة بدليل أنه أنا قاعد بسخر وقت طويل للدراسة صحيح كلامك صحيح يبدو أنه فعلا عندك إرادة جازمة وعندك حركة لكن هم نيجي للمشكلة وهي يبدو أنك بتتحرك بطريقة غلط تدرس غلط إذن موضوع الإرادة عندك تمام وضعه مية بالمية لكن يبدو عندك مشكلة في إدارة هذه الحركة دراستك مش صح إذن إحنا إذا عندك إرادة جازمة حققنا نص المطلوب ظل عندي نص ثاني الآن أنا بدي أدرس وفعلا يعني جاد في الموضوع إذن يجب أن تدرس بطريقة صحيحة وهو ما أسميه إدارة دراسة الفيزياء وإدارة دراسة الفيزياء يمكن أن نجعله في أربع محاور أين متى وماذا وكيف لكن هذول إن شاء الله بنتركهم لمقاطع أخرى قريبة إن شاء الله تمام نعطيكم ألف عافية نلتقى إن شاء الله في جزء قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته key